استقبل مطار العريش الدولية طائرات مساعدات من روسيا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة صرح مصدر المسؤول بمطار العريش بأن الطائرة تحمل على متنها 30 طن من المواد الغذائية وهي مقدمة من الحكومة الروسية لصالح قطاع غزة وفي سياق متصل دخل عبر ميناء رفح البري اليوم 35 مصابا و32 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاد في مستشفية مصر وصرح مصدر المسؤول بميناء رفح البري بأنه يوجد في منفذ رفح 375 من حملة الإقامات و50 يحملون جوازات صفر مصرية